اشتركوا في القناة اهلها بداخلوا سهل تطلع لك ايه بالداخل اهلها بكرهوا قراءة الكتب على الغالب راح تطلع بتكره تفتح كتاب قال انا ما جيب عندي اصير طالبة علم والله لو تموتها من القتل ولا تقول لها ايه افتح كتاب لا ابوها بيقرأ ولا امها بتقرأ والاخوانها بفتح كتب شو هي بدها تطلع عمين على اهلها فانت يا اخي قال والله بدي اخذ لي واحد اخليها طلبة علم شو بالاحلام انت البنت على اهلها على اهلها وهكذا فبالتالي تنبوا اهلها ما بيعفوا الاختلاط مباشرة بس تيجي عندك مش رح تختلط حتى في اخيك ما عندي اختلاط وكما حدث احدهم شخصا والشخص حدثني قال انه ولياذ بالله ذهب الى مسبح مختلط استغفر الله العظيم فرأى فتاة فاعجبته قال فذهب وتقدم وخطبها وزوجه اياها باختصار يا القصة قال فبعد ما صارت عنده قالت له بعد اذنك قال له اين قالت له على المسبح قال له مسبح قالت له المسبح اللي تعرفت علي فيه المختلط ما حلق نسيت قال له لا ذاك كنت لغيه عم ازيلي ممنوع حتى نشوف جسمك قالت له نعم انا هيك نشقط هيك اهلي فبالتالي إذا أنت بتجيبها من مسبح مختلط معناته إيش بدها تكمل على إيش على المختلط جبتها من بيئة قرآن وسنة ودين ومخافة رب العالمين بدك تكمل معك وتكمل معك على إيش على مخافة رب العالمين جبتها من بيئة جهل حتى لو دينين رح برضو تنقلك إيش الجهل إلك ولأولادك فناموا يا أولادي شو تفتحوا كتاب شو الله شو تفتحوا كتاب هذا كلمة هذا بدك تنتبه إلى هذا هم يقولون وراك العظيم هي أم أم فالأم هي التي تعد الرجل في العمل طب من الذي سيعد الأم فإذا كانت الأم سلامتك فالأولاد سلامتك وتعيش لكن إيه أنت بيكتشف هذا بعد ما يصير عنده أربعة خمسة وبعد يقول لك شو اللي سويته أنا والأولادي ما برد عليك ما بردك برد عليك فانتبهوا إخواني في الله إنه هذه البيئة جعلت هذه الفتاة مباشرة تقول عندما سئلت أين الله؟ قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقى فإنها مؤمنة